السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هذه العشبة المعجزة تحتوي أوراق على 7 أضعاف فيتامين سي الموجود في البرتقال وفيها نسبة عالية من البوتاسيوم أكثر من الموت ب15 مرة وأيضا نسبة عالية جدا من الزنق لمن يعانون من مشاكل البروستات هي أيضا تعمل على خفض ضغط الدم وتحتوي على مركبات تساعد على منع زيادة سماكة الشرايين التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم هي أيضا تقي من هشاشة العظام وخاصة للنساء فوق الخامسة والأربعون لأنها تحتوي هذه الأوراق على كمية كبيرة جدا من الكالسيوم سهلة الامتصاص وأيضا تعالج مشاكل هشاشة العظام وتقويها وتزيل أوجه العظام وأيضا تساعد في التحام العظم في حالة القصور يعني هذه العشبة مهمة جدا فقط أرجو الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا ودعمكم بهذه الميزة الجديدة شكرا لكم فقط لكي تستمر القناة ونبدأ على بركة الله هذه النبتة تحتوي على نسبة عالية من الزنك لمن يعانون أيضا من مشاكل البرستات يتناولون هذه العشبة ولكن باعتدال أيضا غانية بفيتامين أليف والبيتاكاروتين لمن يعانون من قلة النظر عشبة المورينغا فهي أيضا غانية بالأحمال الدهنية والأوميغا 3 والأوميغا 6 وبالتالي تقي من أمراض القلب والتهاب المفاصل لمن يشتكون من آلام المفاصل في البرد يتناولون هذه العشبة أيضا هذه العشبة تحتوي على نسبة عالية من الحديد وهو علاج فعال للأنيميا ويساعد على عمل توازن الجسم وأيضا الكوليسترون لمن يعانون من الأنيميا أو من فقر الدم يتناولون هذه العشبة ولكن بطريقة صحيحة جدا لكي يستفيدون منها فقط تابعوني للنهاية أيضا هذه العشبة عشبة المورينغا يعني البعض يستعملها كمكمل غدائي لأنها قليلة سعرات بالحرارية وهي معروفة بأنها تعطي الشعور بالراحة النفسية وأيضا يعني تحتوي على مضادات للبكتيريا هي يعني تستعمل للطهي وتستعمل يعني كالي تستعملها الشاي كالي تيطيب بها أو تستعمل كبهارات ولكن يعني بكميات محدودة أيضا شجرة المورينغا يعني جيدة جدا لمرضى السكري فهي تحافظ على مستوى السكر في الدم وذلك نتيجة لاغتوائها على حمث الكلوروجينيك يعني اللي تساعد على تقليل من نسبة السكر الكليكوز والبروتين في البول وهذه المركبات رائعة جدا لمن يعانون من السكري ولكن يعني لابد من استشارة طبية أو يعني عدم استعمال الدواء ديال السكر لأنها تتنزل السكر يعني تتنزل بشكل سريع جدا وربما يقع صاحب السكر يعني في غيبوبة لهذا لابد من استشارة طبية وأيضا قراءة المزيد يعني في صندوق الوصف عن شجرة المورينغا فقط لكي لا تكون يعني الحلقة طويلة جدا ومملة لمن يعانون من يعني الأنيميا يعني هذه العشبة هذه تطحن جيدا يعني بعد ما ننضفها ونقعوها والتغربل يعني تطحن جيدا حتى تصبح بودرة ويعني نأخذ منها يعني نصف ملعقة صباحا ونصف ملعقة مثاءا مع تناول حبات من الزبيب هذا لمن يعانون من فقر الدم أو الأنيميا أو تناولوها مع حبات من التمر أيضا لمن يعانون من الرسفاء السكري يعني الوقت اللي يكون عندنا الخزان يعني ممتلئ يعني نتناولوها مرتين في اليوم فهي تعمل على تنزيل السكر بشكل سريع جدا نصف ملعقة صباحا ونصف ملعقة مساءا أيضا ممكن نستعملوها يعني كالشاي يعني شرب يعني بحالي بغنا نشربو أتاي يعني نستعملو ملعقة كبيرة مع الماء ساخن ولكن هنا سنفقد عنصر فيتامين سي لهذا يعني تنفضل يعني تأكل هكذا يعني مطحونة بالنسبة للأشخاص لمن يعانون من بروستات أيضا ممكن تناول ملعقتين يعني نصف ملعقة يعني بعد وجبة الفطر ونصف ملعقة بعد وجبة الغداء يعني نحرس يعني وأكد لكم لأنها تتنزل لنا السكر يعني لا بغنا نتناولوها ما تناولوهاش في الصباح يعني على معدة فارغة فيعني ممكن أن يقع الشخص في غيبوبة لهذا نحرس على يعني تناول كميات يعني متوازنة وعدم الإفراط في تناول هاته العشبة أيضا ممكن وضعوها مع الصلطة تنديروها يعني تندخلوها أو تنديروها في الصلطة بحال شكل ديال البهارات أيضا لمن يعانون من هشاشة العظام أيضا يستعملون هاته العشبة بعد وجبة الإفطار بساعة وبعد وجبة الغداء بساعة أيضا يعني مع عدم تناول هاته العشبة قبل وجبة الإفطار أيضا لمن يعانون من الغداء الضرقية لا يتناولون هاته العشبة كل المعلومات في صندوق الوصف وأي سؤال فأنا أجيب على جميع تساؤلات ديالكم تنتمنى باشدروا لي واحد اللايك فضلا وليس أمرا وتشاركوا هذا الفيديو للأهل والأحباب للإفادة ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة